شكل موضوع الدراسات الإفريقية الأهمية والأفاق محور ندوة نظمتها مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين. المشاركون أكدوا في هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع جمعية جهات المغرب والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أكدوا على أهمية حقل الدراسات الإفريقية ودورها في تعزيز الدبلوماسية الموازية للمملكة. كما أبرز المتدخل ضرورة مصحبة الجامعة المغربية للشراكة المغربية الإفريقية متعددة الأوجه من أجل توفير الدراسات والأبحاث التي تعبد الطريقة أمام طموحات المملكة وشركائها في القارة. المغرب من خارط بطريقة دكية في التوجه الداخل الإفريقية والمساهمة في تنمية وهذا ما استطره خطابات صاحب الجلالة لانسو في مجموعة من المحطات حول التوجه نحو الجنوب نحو إفريقيا للقارة التي ننتمي إليها والقارة التي ساهمنا في بنائها في مجموعة من المحطات ومجموعة من المستويات. خلال هذا اللقاء أبرز المتدخلون مساهمة الأكاديميين المغارب المختصين في هذا المجال في دراسة التراث المشترك بين المغرب وباقي الدول الإفريقية وتعمق البحث في حضاراتها منوهين بأدوارهم في تصحيح مجموعة من المغالطات حول إفريقيا والأفارقة.